هاي من فترة كده سوق الفيب انتجه الى سكة والبود والحاجات اللي هي مفيهاش لعب كتير او مفيهاش حاجات بيتغلها او 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 من وجهة نظر يعني انا شفت ان او الحاجات اللي هي بيتغلها وك او او كويل يدوي ده افضل كتير في الاداء وفي التوفير لحد ما يعني خصوصا في مكاننا في الوطن العربي تحديدا مصر السوق عمتا اتجه لسكة الى سكة البودات سواء او اللي هي على الانفاس معينة تخلصها وترميها كاان كاها بقية بتسجد بالزبط يعني مثلا تلاف نفس تخلصها وترميها او البودات اللي بتتميلي عادي وبتستخدمها والتنكات او الحاجات اللي بتركب على مد ضعت في وسط الليلة دي يعني في الحاجة انا شايف ان يتأثرت جدا بالموضوع ده التنكات السنجل كويل ليه لان مش مطلوب قوي يعني اغلب السوق بيبقى عايز حاجة فيها كتير دخان كتير وفي ناس ايما بيبقى بيختار مش عن مقيد يعني ولا ولا ما اختارش دول كويل او حاجة كويلين بيبقى المش هو الاختيار التاني ده بالنسبة للدي ال او النفس الشيشة بيبقى فيه اختيار اللي هو التنكات الامتي ال دي حاجة معروفة بقى ما فيهاش لعبة كتير هي ما فيش منها انواع هو تنك نفس سجارة بس فما فيهوش انواع كتير بقودش ان كلهم ما اتظلموش لو ما تترباهم اتظلموا الا ان اكتر حاجة اتظلمت فيهم تنكات الدي ال نفس الشيشة السنجل كويل ما كان بينزل تنك سنجل كويل في الفترة دي اه كان بيحظى بشعبية كبيرة جدا نظرا لان ما فيش منافس فلما بينزل تنك بيبقى اداءه كويس الى حد ما مش بقول يعني ان هو الفاجر بس كويس يعني ما فيوش عيوب الى حد ما يعني كان بينجح وبينجح جدا نزل في فترة اه بتاعتنا لحد يومينا هذا هل هو مسلا اداء حلف اه بس عادي يعني حد ما بعتولي وقالولي ان هما نزلوا تنك الاسم الاشهر في تاريخ الفيب تقريبا لكن حماست الفكرة وبصراحة حطيتش عالية يعني او طموحات عالية على التنك انا قلت عالية يعني مو ورد جدا ان يكون في حاجة زبالة الزبالة بصراحة ولا ان التنك بصراحة اداءه فظيع وفوق ما انا توقعت وها هو بصراحة حلو عجبني فشخ وفي نفس الوقت ما شوفتنوش عيوب واضحة في الاستخدام خالص مش هخش في التفاصيل دي الا بعد ما عمله الفيديو متقطع لو انت عايز تشوف رأيي بس هتلاقي اقطر الاخير هو رأيي والاستنتاج بتاع التنك كله من وجهة نظرياني الشخصية الانبوكسنج بتاع التنك هتلاقي برضو في شابتر ليه هو الواحده ويلا خلا نطلع نشوف الديد رابت سولو بييجي ايه في العلبة معا جوه الديد رابت سولو ده اللون مكتوب على الفوق على اليمين اهو ده جن متل جو بقى مكتوب على اللون بتاعه ده اللون المات بلاك اللي معايا الوقتي اللي انا فتحته قريدي عشان كنت بجربه ده اللون المات بلاك ومط فعلا مواش لاما خالص اللون ده حلو انا اوما راشوف ده اه هفتح معاك اول مرة اه تحلال با كده اه لحظة شفته اه فضي سيلبر بس ده فعلا دون متر اللون ده حلو فشخ اه احلى بصراحة من الاسود بالنسبة لي دربة بيجي فيها التنك هو ازاز بابل الازاز البابل اربع ميلي الازاز العادي اتنين ميلي اعرف ارقام دي تبدو عبيطة بس تنك سنجل كويل يعني مش هتسالك لكور كثير تلقع دي مفك عشان تفك بيه مسامير التركيب الكويل في مسامير زيادة بس في شغل مانوال جوه دي تو هندرد لسه بلاس ايتو دايقاني كده احلى كتير طيب نفك ده كده هو ما بيبقى فش قوي كده زي التنكات السنجل كويل الدارجة يعني ده شكل الدك من جوه عشان ما تفتكرش ان دي كده يشتغل على دول كويل لأ هو حاكم لك ده بانه هتطلق تشمني جوه بيئة جدا يا دوب تاخد الكويل في النص تمام شايفي الفتحة اللي تحت دي والفتحات اللي فوق دول مجرى الهواء ده اللي بيخش فيها الفتحة بتاعة الارفلول اللي تحت اهي بيخش من تحت هنا تطلع الكويل والفتحات اللي بتيجي من جنبين الكويل ده اللي بيخلي الادا فضيع انا مش هركب الازة الكبير المراضي بس بريك بس بتشالك اخطش باقي نهو كده لو انت عايز صغير الازاز تشده كده بالراحة واحدة واحدة والازاز مش ضعيف يعني بس واحدة واحدة كده تفت كده وتركب ده بس خلاص طبعا قبل ما تحط الازاز الجديد دايما بحط لكود على من فوق احط نقطة كده بس ولف لفة بسيطة يعني والفوكس ضايعة للنهاردة تمام اعمل كده وملفف لفة بسيطة كده بس حيس ان ايه الليكود يخش في ما يخليش الازاز يقفش كوه بعد كده هيطلع بسهولة ما يبقاش صعب في انك تفكي الازاز تخسله بتفكي بسهولة بعد كده يمكن بقى التانك على المد نقرب كده علشان نعرف نشوف البلد بتاعه بص هو موضوع بسيط المسامير عادية مهاش آآ عندك اربع مسامير اي لفة للكويل هيبكب هنا عادي جدا بمنتهى السهولة بصراحة التانك عجبني جدا في بسطته ان انت تغير له الكويل الكويل هنركب ايه انا هركب يعني كده بالنسبة للناس اللي بتحب تعمل اصوات كتير بالكويل ممكن هيبقى حلو بالنسبة لهم او اخش كده وقصه من ناحية التانية تمام انت ببص تمام الكويل ده ملفوف ازاي فانت هتبقى عايز تفك المسمرين دول فهنفكون بسرعة ارتفاع كده مش محتاجين ارتفاع اكتر من كده يمكن تحطوا مصمر بكتر الكويل جواه او تمسكوا كده بايدك بشويش وربط عليه بس ايه ما يتخرجش المكان وربط عليه جامد بس نحن تاني نفس الكلام بس انه قدام شوية كده بس الارتفاع ده مقاسه بالنسبة لي اللي بعد خف الوات خالص يخليه مسلا على عشرين نبدأ ان احنا نشيل او الاماكن اللي بتنور زيادة هو الكويل اول مرة بيركب لازم ده بيحصل بتعمل كده شوية تمشيط بسيط على الكويل وهو هيزبط على طول واي حتة بتنور زيادة مشتها بس لازم على وط هاي كده بالفكرة القطن جابانيز عادي وبرومو وحطه في الكويل بس لازم تبقى القطنة تخينة لازم تبقى داخلة تخينة شويتين لو خفيفة هيديك بالمعنى العربي بتاعها ان هو هيطلع رزاز في بقك وانت بتشرب قص بعد اخر التنك بحاجة بسيطة كده حاجة تانية نفس الكلام فانا بخفها شويتين بالجفت فبتبقى بتبقى طويلة الا انها بتبقى خفيفة يعني مهاش سميكة خفها كتير بالجفت نفس الكلام انها حات تانية بدي ايه بلدي صعب كاميرا يعني بس بقى عند اخر التنك كده او بعضو حاجة بسيطة برضو كده هو جاهز نحط بقى ايه في فتحات الويك بتاعتو كده هو بيرفكت بيبقى بعين من تحت بس يدوب لامس كده الويك تمام والبلد تمام وجاهز ان احنا نحط عليه الليكود انا هخط اه شيء شايف ان هو لم ولن يتكرر في عالم البريميام او اللي هو المستورد يعني فكرة مش كل البريميام حلو المعلومة يعني لو ما حدش عارك مش دايما بيبقى لكم البريميام حلو ممكن يبقى زي الزفت عادي لان هو مش طورد بس مفيش حاجة يعني في الموضوع الخرافية فورد ان هو يطبع زي الزفت الا ان الناس ده طعمه مش هتتكرر ولا عمري دقتها في حتة تانية خالص بنفس الطعم وبنفس الاداة ده لازم تجربه لو ما جربتاش قبل كده لازم تجربه انا ليه عملت انا عملت حاركة غبية جدا لازم افكت تاني كده هو قري معي يعني تمام خمسة واربعين مسلا ونشوف ده اللي انا بحكي فيه بقى الكويل اي كويل بتركبه هنا ترقاعة بتاعته بتبقى زيادة شويتين اسمع كده ده باكتش عظيم التانك ده عليك وده حاجة فظيع يعني التانك من فوق بتركبه على اساس ان الفتحات دي تبقى قدام الكويل كده يعني بالمنظر ده بس وفل منتهى السلاسة والسهولة طيب انت بتملي ازاي شايف السهم ده بتزق من عنده بس هتيجي تملي هتلاقيك بتعمل كده بص الازايز بتضايقك المبسم بيخبط في الازازة من فوق فمت بيخشش كويس لو ضغطت جامد الليكود هيطلع لفوق فانا بقى اعمل ايه بقى ام ضغط لكده وشايل ده بكل هدوء طبعا هو قافل شوية المراضي عشان هو التانك لسه جديد بس هو بيطلع بسهولة عمال بقوم مدخل للاخر ومالي بمنتهى السهولة بدل ما هي بنفسي بس كده هم قافل نيو ولا اولد نيو واشتغل معا عادي فشخ على خمسين مسلا نتجرب على خمسين لحد خمسين زي كينج يلا بقى نطلع مع بعض ونشوف ايه رأيه فيه ايه اللي عاجبني فيه ايه اللي مش عاجبني فيه من وجهة نظر الشخصية طبعا هو افضل بالنسبة لي ولا يلا بينا بصراحة التانك مالوش عيوب واضحة بالنسبة لي مفيش حاجة انا شايف ان هي قاطلة تخليني ما اجيبش التانك كده لان انا بالنسبة لي فيه عيب يعني اقدر اقول ان هو الوحيد اللي عيب صريح في الموضوع العيب بالنسبة لي اتمحور حوالين الحتة اللي فوق اللي انت بتملي منها اللي انت بتزقها علشان تملي حتة دي بالنسبة لي سهلة زيادة بصراحة اقل زقة بتقوم فاتحة طبعا بتفتح معايا بالغلط كتير دي بالنسبة لي حاجة مش لذيذة يعني هو لو كانت ربع الافة او حاجة كانت هتبقى احسن بالنسبة لي بدل ما الان طول الوقت ان انا اخبطه بالغلط او حاجة فيحصل ان هو يسرب او حاجة صوصا ان انت اول ما بتجيبه بتحس ان اه لا هي مسكة نفسها وتمام اه مع الاستخدام بتحط مرة اثنين تلاتة بتلاقيها بقت نعمة اه اعتقدت زيادة عن اللي لازم شوية اه هي بالنسبة لي عيب بصراحة لاني خصلت معايا ممكن تحصل معاك انت كمان بس انت لو مركز شوية لا هي مش هتحصل ولا حاجة الا او لو باستخدام كل واحد الا ان هي حصلت معايا حبة حلوين بالنسبة لي ده عيب يعني. عيب التاني بالنسبة لي هي برضو في نفس المنطقة دي اللي هي طريقة المالي اللي بتخلي الازازة تخبط في اللي هو المابسل اللي مش عادي. تخلي الازازة ما تخشش للاخر فبالتالي ما بتبقاش النيدل او الحتة اللي بتملي منها من الازازة دخل الجوه انف او كفاية ممكن يطلع تاني ما بينزلش تحت. انا بصراحة بازهق. يعني انا هقعد اضغط وهسيبه شوية اضغط وهسيبه شوية اضغط. شايل المابسم خلص. هو مليه ونحاعد للمابسم تاني. المابسم بيتشايل بسهولة. مش اي صعوبة في الموضوع خالص عادي. بس هو فكرة كلها ليه برضو. معنا ممكن كلام لي عادي. الموضوع اسهل من كده. بس ما فيش اي حاجة تانية ممكن تتقال يعني. يعني ما فيش بقى حاجة في الاداء. ملحوظة ملحوظة بالنسبة لي هي ملحوظة. لو انت تتعمل لنفسك فالملحوظة دي مهمة ان التانك شوية هيسبيت باك لو انت ما عملتش البيلد مزبوط. لازم بدوقنا تبقى تخينها شويتين من نصف شويتين تلاتة. من اطراف عادي. يعني زيها زي اي تانك. لازم تطولها قوي يعني. متوسط عادي. بس لازم من نصف بقى تخين. وإلا هتاخد والتانك ده قعد خدت منه كزا مرة لما كنت بقى جربه في الاول. لكن انا موجهنش اي مشكلة خالصة. تعال بقى اي نتكلم في المميزات بتاعته. التانك من وجهة نظري انا لو هختارت بي نوعين الكايلين ميني بيتو وش هختار التانك ده. كباسة التانك مش كبيرة قوي. ودي يعني ملحوظة مهمة. تشرب سنجل كويل فالاستهلاك مش عالي قوي. لو كانت اكبر كانت احسن. لكن ده كان هيأثر على الطعم. فلا كده افضل بالنسبة. التانك بيدي اداء طعم كويس جدا جدا جدا. او الدخان بتاعه انا بحس ان هو اكتر من اي تانك سنجل كويل تاني انا جربته. مش عارف هل دي بيلاقي حق ولا لا بس اعطيك ان هو دي حقيقي. انا جرب الوقتي انا كده باشرب على خمسين واط. ممكن اجرب كده. انا بحس ده زيادة عن الطبيعي. مش عارف يعني ما بيطلعش كل ده الحقيقة. او تجد ده ليه علاقة بالمدخل الهواء. هو المتحكم في الحتة دي شوية. وعلى ذكر مدخل الهواء. مدخل الهواء واسع وناعم جدا. انت هتحب انك تشرب من التانك ده بسبب سلاسة الهواء وهو داخل في التانك. سالك تانك سالك يعني. اه هعتبر ان هي ميزة ان بلده سهل بس طبعا مع الاعتبار بتاع الملحوظة بتاعت انك لازم بتدخل القطنة شوية وانت بتعمل. ولملوك الترقعة التانك بلد بتعمله عليه الكويل بيطرعة. ما عرفش شمان. دي بقى صوتها عالي زيادة عن الطبيعي. اه الاخوار ده كان في برضو بس هنا انا حاسه زيادة شوية. اهي دي مش بمفروض ان انا يعني مش بفروض اعتبارها ميزة الا ان انا هعتبرها ميزة. المصمار مصمار عادي. مش مش الانكيه. انا بتخنق من مسامير الانكيه. وفي نفس الوقت هو سايب لك اربع مسامير عشان لو المصمار ملفوف بالنحية دي او الناحية التانية بتقدر تركب بالنسبة لي ميزة لا يستهان بها. المقارنة سريعة كده بينه بينه بين الكالين ميني بيتو اه كفليبر او كطعم درابة سولو كلاود او دخان يعني. دي درابة سولو برضو. كسهولة بلد. دي درابة سولو برضو. رغم ان الحاد ملحوظة انا قلتها. بس نظر ان مساميره عادية مش الانكيه. هقول الانكيه ده مقرف. بالنسبة لي هو هيبقى كينج. ملك الحتة بتاعة التانكات لحد ما يطلع حد تاني نفسه. نمنا من شركة كفاية اسم دي درابة ده. يعني بجد يعني يعمل سلسلة نكحة لوحده. ما كنا سميناها حاجة تانية انا هريت من اسم دي درابة فيه. لو اي حد كتب تدرابة اتومايزر هيطلع له مليار حاجة يعني ارض ايه واردي ايه وارتي ايه من فوق ارتي ايه من تحته. ما كفاية يعني هو التانك حلو جدا. التانك حلو جدا. بس انا رأي ان هو يغيره اسم د ده. نغير بقى. وبصراحة انا شايف ان التنك مستحق الشراء جدا. التنك كويل واحد. ورغم كده انا بحس ان هو افضل من ان تنكات دول كويل احيانا هو موفر كليكود. كويل واحد مش زي كويلين. كويلين هيبقى الضعف تقريبا. وفي نفس الوقت انت بتستهلك بالبطارية اقل شوية. فانت مش محتاج مد كبير بطاريتين ضخم زي ده. يشتغل على مد بطارية واحد لو انت استخدامك هادي يعني مش قابل. في الفترة القريبة في فيديوهات كده انا عمله فكزا حاجة عايز اصورها منهم اكيد وقريب مش بايد. من وجهة نظر يعني لازال افضل. لو هو متوفر قدامك هاتوا على طول ما تفكرش مرتين. اقولش ان الوحش. بس ده يتفوق عليه بشدة. نوكة نظر يعني. لو عايزين تستفسر عن اي حاجة انا معاكم في تحت او في اكاونت انستجرام خش عملي عليه فولو. انا اسمي عمر العزوني بايزاوية عشان انا اكتشفت ان في ناس كتير مش عارفة اسمي انا اسمي عمر العزوني. في اكاونت انستجرام ممكن تخش تعملي فولو وبعتلي انا معلش الفترة اللي فات ما كنتش عارضة احد خالص بس ابدأ اردى عن الناس تاني وانا تحتقى منك في اي حاجة واسف لأي حد ما تشعر ضعلي. تكمنتوا الفيديو للاخر وسلامة.